ونروح بقى دلوقتي للدوري الإنجليزي مبارح ما عارش مين بقى تابع بس المباراة كانت رائعة صلاح كان متقلق كالعادة يعني سام في فوز ليفر بول على توتن هم نتكلم 4-3 ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي طيب كده رفع ليفر بول راسيدو الكامبزات ال56 نقطة في المركز الخامس بفرق 7 نقاط خلف منشستر ينايتد طبعا صاحب المركز هم نتكلم الرابع مع وجود طبعا بردو مباراة مؤجلة لليفر بول وعندنا مباراتين واحدا منشستر ينايتد الاثنين منشستر ينايتد على جانب الآخر بردو تجمد راسيد طاطن هم عند 54 نقطة في المركز السادس بعد خوضه 34 مباراة وتقدم ليفر بول على بردو يعني تايما كانت في دية التالتة دية الأولى يعني كانت مباراة بس كريم مباراة قوية داني هنرجع نقول الدوري الإنجليزي من الدوريات اللي انت لا يمكن تتوقحها واللي بقى كده قوي برضو الدوري الإيطالي والمباراة بتاعة نابل يمباراة هنتكلم عنها والخبر جاي لكن برضو بقى في مفاجآت الدوري الإيطالي كان متقلق زمان من سنين طويلة جدا بس رجع الوضع فيه اختلف للأسف الشديد سنوات وبعد كده دلوقتي اعتقد ان هو راجع متقلق ولحد ما بقى ممتع مرة تانية خليني اقول سلاح كده سجل اهداف سبع مباريات متتالية خدها مع ليفر بولو ده اول مرة يحدث او من المرة الاولى اللي تحدث يعني منذ وقت بقى عارف مين يا كريم لويس سواريس ده بتتكلم في 2014 فزي ما بيتقال تاريخ من جديد بيكتر ارقام من جديد بيتم برضو يعني ادراكها فانا بشوف اللي كان الفترة اللي فاتت بيشكك في محمد صلاح زي ما انت فاكر تكلمنا في الموضوع ده كتير وقالك هو ايه اللي بيحصل له الكلام ده والانتقادات اللي كانت موجهة لمحمد صلاح تحديدا مع الارقام اللي هي ليست كانت الافضل لليفر بول وكان اللوم بس بيقع على محمد صراح كنا بنقول في حاجة مش مفهومة بس على كل حال برضو دلوقتي اللي احنا بنشوفه والمستوى اللي عاد لي محمد صلاح اعتقد وتاني الارقام القياسية اللي بتقدم منه او يعني بتحقق منه اعتقد بيرد على كل الفترة اللي فاتت وخصوصا لانه في اخر سبع مباريات كان بيسجل في كل مباراة منهم بزبط زي ما كتبول بزبط يعني حاجة يعني تتماشى مع محمد صلاح وامكانياته من المستوى اللي نعرفه ولازم ناخد في الاعتبار برضو الفترات اللي بيرعب فيها محمد صلاح كجناح مش كمسلا راس حربة او كمهاجم صريح لان برضو حصل واللي خلى الناس كتير تقف عند التفصيل دي فكرة الارقام او سباق الارقام اللي بينه بين هالند في الفترة الاخيرة فلازم برضو فيه شوية امور كده تتخذ في الاعتبار بالمناسبة منشاستر سيتي بالمناسبة هالند